يشكد يوسق سيدنار التيني يوول يشكد أرقس التيني بابنس وعليه يعني فربيه تبارك وتعالى الأول ذي قات قيل لإبراهيم بن أدهم غلط الأسعار فقال والله ما يهموني لو كانت حبة القمح بدينار علي أن عبوده كما أمر وعليه أن يرزقني كما وعد وكان لسق سيدنار التيني يسيصحى وأولا لغنى سيداد وعليه يعني إلاك سيدة ربي الجواب في المسألة إغتصحى وأولاد إبراهيم بن أدهم أترى لبعنانس لقسل لك الأشكال أشكو بن أدم إخساء مسلم أحقيق العبودين ربي تبارك وتعالى يقل همم سليم القرن أي تعبود ربي تبارك وتعالى أمر زقتي إذا منت ربي تبارك وتعالى أشكو التاني التيني سبحانه وتعالى وما خلق ذو الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم للرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكان لغن عليه أن يرزقني كما وعد أنا لألي تفهم بأن ربي تبارك وتعالى أنت لقى نرزق الثاني يتكفلني كالي جات الخلق سرزقني سرزقني يتكفلني أشكر بارتني سبحانه وتعالى وما من دابة يتكفل سبحانه وتعالى يتكفل سبحانه وتعالى أي أن ربي تكفل سرزقنس وريهم التكرنيا وكان علي أو على على الله علي أن أرزقني سيني معاني المعنى اللزم دي المعنى المحقوقية وكان ألي تستخدم بأن حتى ينوري صدار أي استلزم ربي تبارك وتعالى سكر الحاجة ستسكر إذن لزمان هنوريد تفهم غلى أعيد بأن كنيسة سنتلزم فربي تبارك وتعالى أي سكر كرا أي سكر كرا ورد فلسنت تلزم أشكر ربي تبارك وتعالى أنت إصدار يسكر كل شيء غلى يغضح هنا ربي تبارك وتعالى وعدا علينا أريسكال وعد فقا يونس انت سبحانه وتعالى يني داح ربي تبارك وتعالى حقا علينا وكان هارب تبارك وتعالى أي تكفل سلزق جميع المخلوقات غي وكال إن داح ربي تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكان هنا أي وجه في كتا مسلم يصدقنا كتا ربي تبارك وتعالى أي كتا ربي تبارك وتعالى أدورني يغدوش كارلن أزماء المال نتكارلن الأزماء المعيش نتكارلن أزماء الغلاء أي أني هنغاديش قفل نهو حان ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى كلي تكفل سرزق العباد أشكنت تنسى سبحانه وتعالى التنين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظرها منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الآية تلقى سورة الأنعم تلقى سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان غطأ كبيرا وكان هنرزق التقدار في بندم ورأيهم من بندم أركيكم مرزقنا لسيسك ربي ليسيسك ربي جندوني غدغنا النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث لديرواي بن مسعود أفل السيد ربي تبارك وتعالى إن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له أكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح إذن دخل نبي صلى الله عليه وسلم أيها الحديث صحان أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وكان أولا لسنا إبراهيم بن أدهام وتعالى يتأول يقال رwinning ربيه تعالى في helemaal رزقه يعني يجينيه وعلي رزقه أو على الله يتعلق يتأول العينة والقرآن ويجيسي نعرف أن ستلزم peoples يجيب في ربيه تعالى لك التعباد هنا ربيه تعالى France France سبحانه وتعالى.